وفي الثالث من شعبان يولد أول أحرار سيد شباب أهل الجنة سيد الشهداء الحسين بن علي سلام الله عليه الذي جعله الله أعظم شعير تدل على الله الذي من خلال ما قام به صلى الله عليه من أمور أحيت الإسلام وصار حصانة وأمانة وضمانة إلى عدم انحراف الأمة وأنها ترجع إلى الطريق المستقيم الحسين من أعظم شواهد الإسلام بذل مهجته وكل ما يملك في سبيل إحياء هذا الأمر وفي سبيل هذا الدين والمبدأ وأنا ذكرت مرارا أن عاشوراء كان أمر انتهائها بيده كان وقف المعركة بقرار من عنده وليس من أعدائه ما كان إلا أن يقبل بشروطهم تتوقف المعركة تلاحظون ولكن القرار كان من عنده وقف المعركة واستمرارها كان بيده صلى الله عليه ومع ذلك لم يوقفها لأنه مصر على الشهادة تلاحظون ولماذا لأنه أراد لهذه الدماء أن تحيي هذا المسلك العظيم حتى يبرهن للناس على أنه صلى الله عليه بذل مهجته في سبيل هذا الدين لأنه يستحق لأن هذا المبدأ يستحق فهو من أعظم شواهد الإسلام العظيم وصار نبراسا الحسين صلى الله عليه نبراسا ومشعلا لكل طالب حق لكل مظلوم يثور على الظالم يقتبس من نور الحسيني نورا يستضيء به وأذكر في مذكرات أحمد الشقيري مؤسس منظمة تحرير الفلسطينية هذا قبل ياسر عرفات كان رئيس منظمة التحرير الفلسطيني اسمه أحمد الشقيري عنده مذكرات يذكر يقول ذهبت إلى الصين والتقيت بماو مؤسس الشوعية في الزعيم الصيني في الصين الزعيم الصين معروف ماو يقول قلت له علمنا كيف استطعت أن تأتي بهذه الثورة وتغير الصين من بلد فقير معدام لا يحترم بين الدول الصين كانت دولة محقرة احتلتها بريطانيا بالأفيون سيطرت عليها لاحظ خير بالأفيون كيف استطعت أن توحد هذه الدولة الكبيرة وأن تقوم بهذه الثورة وبهذه المهمة الخطيرة العظيمة شنو اللي دفعك لهذا وعطاك هاي القوة من وين جبتها يقول أحمد الشقيري فنظر لي نظرة مستغرب ماو قال تعلمناها منكم قلت لمن عدنا قال نعم من عظيم من عظمائكم أنتم العرب والمسلمين قلت لمن قال من الحسين بن علي أنا قرأت التاريخ وجذبني في هذا التاريخ الحسين بن علي أبو الأحرار أبو الضيم أبو الظلم بعيد عن كل ظلم ومساومة وقام ضد الظلم والجور أنا أخذت هاي الهمة منه تعلمت منكم قال من عدنا كيف قال من الحسين بن علي أن أثور على الظالم وقمت يقول أحمد الشقيري فخجلت من نفسي أن هؤلاء القوم لا نرتبط معهم بشيء يتأثرون بالحسين وإحنا ما نعرف الحسين وإحنا نروح نقولهم شلون خلنا نقتدي بيكم وهم يقتدون بعظمانه عظمانه يقوله يحمد شقيري معسس منظمة تحرير فلسطين يقول فخجلت من نفسي أن ما ويعرف الحسين أكثر من عندنا لاحظ شلون ما هو هذا الحسين وهذا مجده صلى الله عليه صلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم جميعا بميلاد أبو الأحرار سيد شباب أهل الجنة وميلاد أبو الفضل العباس هذا الأخ المواسي العظيم صاحب البصيرة نافذة البصيرة سلام الله عليه وميلاد الزين الآبدين وسيد الساجدين الذي بكلمة وبدعاء صحح مسار الأمة وجعلها تهتدي وترجع إلى الله من خلال كتابه العظيم وكلماته العذبة في الصحيفة السجادية وهكذا ميلاد الشاب ابن رسول الله شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة علي الأكبر مواليد في شعبان مواليد عظيمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بها وأن لا يباعد بيننا وبينهم أسأل الله سبحانه وتعالى